اشتركوا في القناة ما في شك ما ذكره هو جلالة الملك حمد أثناء القمة العربية قمة التنمية والأمن في مدينة جدة أثناء لقاء سيد بايدن بزعماء الخليج وبعض الزعماء العرب أكد جلالته بأن أسلحة الدمار الشامل ليست فقط شكل خطر على المنطقة وإنما هي على العالم أجمع وكيفية الوصول إلى هذا الأمر يجب أن يكون هناك ثقة وتعاون ما بين الدول الراعية للسلام والدول التي هي حقيقة تنظر إلى استمرار التنمية في العالم والإقليم والمنطقة وكان الخطاب واضحا صريحا دول لها سيادتها عدم الارتكاء أو الارتهان إلى هذه الجماعات أو إلى بعض الجماعات التي تعمل لصالح دول معينة دول تهدد المنطقة ونرجو أن يتفهم من يحاول أن يتدخل في شؤوننا في المنطقة هذه الرسائل التي نتجت عن قمة الأمن والتنمية في جدة من الرياضة المحلل السياسي والخبير العسكرية اللواء محمد لك بيبان شكرا جزيرا لك ترجمة نانسي قنقر